رحبت الأمم المتحدة بقرار الحكومة العراقية بوقف القصف على المناطق المدنية التي يسيطر عليها مسلحو داعش من جاتها أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية عن تحرير آخر معاقل داعش في قضاء حديثة قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقف القصف على جميع المدن التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش ويتواجد فيها المدنيون مشيرا إلى أنه تم إصدار أوامر عسكرية بإيقاف القصف على المناطق السكنية التي يحاول التنظيم استخدام المدنيين دروعا بشرية لها مؤكدا أن الحكومة لم توقف الجهد العسكري في ملاحقة المسلحين بأي مكان جاء ذلك في كلمة العبادي بالمؤتمر الوطني للنازحين قصرا والذي أقم في مقر المجلس الأعلى الإسلامي وأوضح العبادي أن الحكومة تسعى لحل أزمة النازحين عبر تنفيذ سلسلة إجراءات ميدانية لحسم ملفات إسكانهم وصرف مستحقاتهم بالتوازم على العملية العسكرية التي تسعى لتحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة مسلح داعش وكان رئيس البرلمان العراقي سالم الجبوري أبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الغالات الجوية على تنظيم داعش ينبغي أن لا تؤدي لسقوط قتل من المدنيين وضف الجبوري بعد مقابلته كيري أنهما أكد على أن يكون القصف مركزا على المجميع الإرهابية في سياق المتصل ذكر وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بأن السعودية أبلغته أنها ستفتتح سفارتها في بغداد قريبا مشيرا إلى أن دولا أخرى أكدت له بأنها ستحذو حذو الرياض وذلك في تصريح له على هامش مؤتمر جدة الذي عقد الخميس الماضي مؤكدا بأن هذه الخطوة ستكون سريعة ومفاجئة وستراعي مصلحة البلدين وبشأن المؤتمر الدولي الذي ستحتضنه فرنسا لتشكيل تحالف دولي لضرب داعش أكد الجعفري أن بغداد ستوجه رسالة عبر المؤتمر مفاده أن داعش ليس خطرا على العراق فقط إنما على المنطقة بأسرها ميدانيا شنت قوة عاملة بابل بالتعاون مع جهاز الاستخبارات وقوات الجوية وسراء الحجد الشعبي هجوما واسع النطاق لتحرير نحية جرف الصخر غربي الحلة أسفرت عن مصرع 44 مسلحا بينهم أحد قادة تنظيم داعش وتدمير مخازن الأسلحة في منطقة الحويجة التي تمثل نقطة ارتكاز للجامعات المسلحة